في إلغاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدد من إجازات الاستثمار للمشاريع المتلكئة وسحب تراخيص من مستثمرين طالب سياسيون بضرورة اعتماد السياقات المتابعة بموجب قانون الاستثمار العراقي في كشف جميع المشاريع المتلكئة والوهمية ومساءلة اللجان الحكومية التي تقع عليها مسؤولية متابعة إنجاز هذه المشاريع لا صلاحية لرئيس الوزراء بصحب الرخص حسب قانون الاستثمار العراقي هناك انذار أول وانذار ثاني وتعديلات كثيرة إلى أن تتمسح بالرخصة من المستثمر كان يجب أن توضع مصطرة وآليات قانونية ويفترض أن تكون هكذا لجاني الاستثمار وهيئة الاستثمار أن واضعها بأثناء التحليل وأثناء العقيد وأثناء الاتفاقيات لأن الاستثمار قد يكون الدولة ووفرت أراضي وأعطت مبالغ فوق الأراضي لقضايا الاستثمار ولا ينجز قضايا الاستثمار فيها العراق إلى جانب المشاريع الاستثمارية الوهمية يشخص اقتصاديون عوامل أخرى تعيق أنشطة الاستثمار في العراق بعضها سياسي وبعضها اجتماعي إذ تعاني بعض الشركات تحديات واسعة في بيئة العمل هناك جملة من التجاوزات على مواقع المشاريع وهذا الدخل للشركات بدهاليز كبيرة في سبيل إزالة هذه التجاوزات بعضها ما تزال وصير بها مطالبات عشائرية ويتفق المراقبون على أن الفساد هو العمل الأهم في عرقلة مشاريع الاستثمار إضافة إلى عوامل سلبية أخرى كالبيروقراطية إلغاء الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكة سيوفر للدولة موارد مالية وينهي سيطرة مستثمرين على الأراضي التي تقام عليها تلك المشاريع لكن إنقاذ الاستثمار في العراق يتطلب جهودا كبيرة تتداخل فيها عوامل أمنية وسياسية واجتماعية ضيعة محمد الحرة محافظة الأنبار